وجزء من المعاناة بيعيشوها الناس بشكل يومي بعد ذلك نحن ماشينا للعام الدراسي وفي أزمة كبيرة جدا في المدارس الخاصة والمدارس الحكومية أنا والله يعني ما بميل لظلم المدارس الخاصة أو إدارات المدارس الخاصة أو ملاك المدارس الخاصة في مشكلة في أزمة اقتصادية حقيقية في أزمة معيشية هذه الأزمة انعكست على كل حاجة فإنت ما ممكن تقول لصاحب المدارس الخاصة أنت خلي الرسوم زي ما هي قبل سنة أو سنتين في نفس الوقت الارتفاع مع الوضع الجديد لا يمكن أن الناس يعني يتعايشوا معه أو يتحملوا أنت سترفع المدارس الخاصة ل700% أو 300% عشان تقدر تجاري الواقع ده المواطنين ما هيقدروا في نفس الوقت عندنا مشكلة المدارس الحكومية ما جاهزة ما مهيئة ما مؤهلة ودي كارثة كبيرة يبقى الحل شنو؟ في أزمة 400 مدرسة من جملة أربعة ألف مدرسة قدموا طلب للسلطات بتجميد قبول الطلاب لهذا العام بسبب البيئة المدرسية والأوضاع المالية وفي تحقيق برضو في صحيفة السوداني حقيقة كشفت فيه حاجات خيالية عن هذا الغطاع المهم يعني مشكلة كبيرة أول حاجة 80% من أولياء الأمور دائرين حولوا أبناء لمدارس حكومية لأنهم ما هيقدروا على المدارس الخاصة لكن للأسف المدارس الحكومية غير مهيئة وغير جاهزة لاستقبال الطلاب حتى الطلاب الموجودين أصلا مش الطلاب الجايين الآن من المدارس الخاصة لا في البيئة لا في التفاصيل بتاعة إدارة العملية التعليمية في مشكلات كبيرة جدا جدا شفنا وقفة المعلمين وشفنا المطالبات بزيادة الأجور وشفنا اليافطة الشهيرة الزيادة ما في إنه طبشير رضيف ودي مشكلة نحن ما بنقدر نحمل أصحاب المدارس الخاصة كلها المشكلة نحمل الحكومة خلاص النازل حيخل المدارس الخاصة لأنه الوضع هذا والواقع هذا صعب يبقى الحل شنو الحل أن الحكومة تقوم بدورها تهيئة البيئة المدرسية لكن للأسف هذه الحكومة غير قادرة وغير معانية ولن تستطيع والله التبشير ما تقرى توفيرها يبقى لازم تكون في معاليات بالنسبة لأولياء الأمور الإدارات المدارس تتحرك يعني تتحرك بشكل يعني يحفظ ويحاول أنه يوجد بديل للدولة في إدارة العملية التعليمية يعني ده الحل أنه مجالس الآباء أهل المناطق أنه يتحركوا في إدارة مدارس المنطقة بطريقة بعيدة عن الدولة لأن الدولة لا تحدث طيب التحقيقة التي كشف السوداني عن زيادة مهولة في رسوم المدارس الخاصة بأوليات الخرطوم فيما أكد عدد من أولياء الأمور استطلعتهم الصحيفة مغاطعتهم للمدارس الخاصة وعودت أبنائهم للمدارس الحكومية مطالبين وزارة التربية والتعليم بمراجعة الرسوم بالمدارس الخاصة والاهتمام بالمدارس الحكومية وتأهيئتها لتحفيز أولياء الأمور والطلاب لتمزيق فاتورة المدارس الخاصة وأوضح مدير الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم ويلاد الخرطوم إبراهيم عمر للسوداني أن غضية زيادة رسوم المدارس الخاصة تحتكم لمرجعية قادنية وبحسب قانون التعليم الخاص للعام 2015 يمنع زيادة الرسوم خلال ثلاثة عوام من آخر زيادة ووصف زيادة الرسوم التي فرضتها المدارس هذا العام بغير القانونية إلى آخر الكلام طيب أنت بحسب القانون بترفض زيادة الرسوم لمدة ثلاثة عوام ثلاثة عوام ما زيد حاجة في رسوم الطلاب يعني أو رسوم المدارس وده كلام كويس يعني كقانون سليم عشان تقدر تحافظ على العملية التعليمية وإنه الطالب على الأقل يدرس ثلاثة سنوات وما يحصل له تغير يؤثر على وضعه أو على أسرته لكن هل ده ما أقوله ومتاح في بلد زي السودان بين يوم وليل الحاجات تضاعفت لنسبة 500 و600 و700 في المئة حيث تقولنا مثلا المدارس الخاصة لا أنا ما بدافع عن المدارس الخاصة الآن ولا بدافع عن المدارس الحكومية لكن بفتكر أنه في مشكلة وحقيقية محتاجة معالجات المعالجة في أنه نهيي ونعمل على تهيئة البيئة المدرسية الحكومية عشان الناس تود أولاد المدارس الحكومية ودي محتاجة حقيقة جهد شعبي كبير لأنه جهد الرسمي ما فيه جهد شعبي كبير في تهيئة المدارس بالتعاون مع المؤسسات الرسمية كالتعليم وإدارات التعليم وإدارات المدارس في أنه تهيئ بيئة نحاول نلحق ما يمكن الناس تلحقوا لإنغاز الطلاب لأنه حقيقة في مشكلة تداخل في الأعوام وتأخر ثم واضع جديد واضع اختصادي فرض شكل جديد في أن الطلاب سيمشي المدارس الحكومية واللي هي في أسوأ حالاتها يبقى لا بد من المعالجة لا بد من المعالجة ما بنكلم عن مشكلة عرض فقط لا بد من المعالجة المعالجة هي يعني اللجان الأحياء أولياء الأمور مجالس الآباء العمل في المنظمات في المنظمات الشبابية في غيره في تهيئة المدارس البيئة والتفاصيل توفير دعم وسند للأسادزة لأنه الآن نحن تواجهنا مشكلة حتى الأسادزة في المرتبات الضعيفة ستواجههم مشكلة الفطور والطلاب سيمشوا ستواجههم مشكلة الإفطار والدولة قالت نحن نوفر وجبة تلميذ وجبة طالب تداعياتها في الأزمة الاقتصادية أو في رفع الدعم أو في الغرارات الاقتصادية والدولة ما وفرت حاجة يبقى تكلنا نحن معالجات محتاجين لها عشان نقدر نعبر بالعملية التعليمية